انقضت سكرة إقرار قانون الانتخاب وحلت فكرة التمديد الثالث لمجلس النواب وباتت البلاد تنظر اليوم إلى مرحلة ما بعد العشرين من حزيران موعد انتهاء العقد الاستثنائي الذي سبق أن حدده رئيس الجمهورية فهل يفتتح الرئيس عون دورة استثنائية ثانية ما بعد العشرين من حزيران؟ المفترض من هلأ لأيار انتهاء الولاية الجديدة لمجلس النواب مفترض أنه يكون في تسخيم للعمل النيابي لأنه في كثير من الأشياء اللي تأخرنا عليها وانكسرت بفترات الماضية نتيجة هذا الإرباك من هيك يعني مفترض ضمن هذا المناخ الموجود اليوم اللي انخلق بالبلد نتيجة التوافق على قانون الانتخابات أنه يكون في فتح دورة استثنائية من أجل أن تطيح لمجلس النواب متابعة أعماله بشكل عادي وبشكل كثيف بعد عشرين هزيران تقديري أن يبدأ الرئيس الجمهورية إلى فتح دورة استثنائية جديدة يريد أن يكون في طبعا الموازنة ويمكن يضاف لأي اقتراحات ومشاريع قوانين واردة أخرى لا يخفي عضو كتلة التنمية والتحرير ميشيل موسى انزعاجه من الثغرات التي يحملها القانون الجديد وإن كان يصفه بأفضل الممكن وهو يتطلع وفريقه السياسي بإيجابية إلى مرحلة ما بعد القانون لجهة الخطة المقبلة لعمل مجلس النواب اليوم أهم الأشياء على سبيل المثال هي قصة الموازنة اللي عم تندرس بشكل سريع من قبل اللجان النيابي المختصة على أمل انتهاء منها وعرض على الهيئة العامة لمجلس النواب وهذا بيكون كمان أمر كتير إيجابي بعد غياب من سنة لألفان وخمسة نحن بدون الموازنة كما أنه فيه الأمر الحياتي الملح والذي تأخرى كثيرا نتيجة كل هذه الأرباكات بدربة في الحياة السياسية اللي هو موضوع سلسل ترتب والرواتب لكل العالم تنتظره تالي فيه كثير من الأمور اللي مفروض تنعمل ومفروض على مجلس النواب اليوم بالمرحل الجاي وهذا الاستعداد يعني عند كل الفرقات وخاصة عند رئيس مجلس النواب بالدعوة إذا فتح الدورة السلسنائية تزعل إذا منسميك النائب الممدد للمرة الثالثة؟ أنا بقدر أنه هذا الموضوع يعني أول شيء هادي شرعية تأخذ من السلطات الشرعية وبالتالي تعطى الصفاء بالسلطات الشرعية وبالتالي يمكن بالسياسة تنقل هالكلام بس أنا بقول أنه ما فيه داعي لأله وبحسب المادة الثانية والثلاثين من الدستور فالمجلس النيابي يجتمع في عقدين عاديين الأول يبدأ في الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار ويستمر حتى نهاية شهر أيار والعقد الثاني يبدأ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول ويستمر حتى نهاية العام وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها فهل تقر السلسلة والموازنة قريبا؟ دارين دعبوس قناة الجديد